جهود حثيثة وعلى مدار الساعة يبذلها الفريق الطبي في عمله داخل المشافي بمدينة ديرن المنكوبة لمساعدة المرضى وتقديم العلاج لهم باشراف الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وبالتنصيق مع وزارة الصحة الليبية وجود الوفد الفلسطيني بالاضافة الى وفود اخرى خفف من معاناة هؤلاء الناس وان شاء الله احنا رح نقوم بواجبنا على الاكمل وجه وان شاء الله لن نتدخر اي جهد في خدمة اخواننا الليبيين مئات الحالات المرضية تعامل معها الكادر الطبي داخل هذا المشفى الذي دشنه فريقنا الوطني واعاد تأهيله بعد ان تم اخلاؤه كبيل الاعصار حيث نجح الكادر الطبي باجراء اول عملية جراحية للزايدة حضيت بترحيب الليبيين نحن اخوة وبرك الله في اخوتنا الفلسطينيين اللي تحملوا مشاق السفر عبر نقاط مختلفة يخرجوا من داخل فلسطين المحتلة الى ان وصلوا الى ليبيا في رحلة سفر اكتر من ثلاثة ايام احنا سعدنا بهذه الفزعة وان شاء الله معا ضمن مجموعة الفرق المتواجدة في داخل مركز الجراحات زكا ما الله خير سألكم فزعة النكبة في دار نجاتنا نحن يا اخواتنا لكيتر جيرين اصحاب ليلها الله الله محمد صلى الله انا لله والله يرجعون الدوام الوشى الله ما شاء الله الله اكبر عليكم وفي ميزان حسناتكم يا رب معاملة مية مية الله اكبر ما شاء الله ومشكورين جدا جدا على الانجاز اللي درتوا لنا وعلى الاهتمام والله اكبر عليكم عشرة اطباء ومن كافة التخصصات يستمرون في مهمتهم الانسانية على قدم وساق واصلين الليل بالنهار في معالجة جرح الفيضانات في وقت تم فيه تقديم قافلة من المساعدات والمعدات والادوية الطبية من القلب الى القلب جهود جبارة يبذلها الفريق الطبي في مهمته الاغاثية المستمرة منذ عدة ايام ساهمت الى حد كبير في رفع المعاناة والتخفيف من تداعيات الوضع الصحي المتفاكم رغم كل التحديات والمخاطر خالد مطاوع تلفزيون فلسطين ديرنا شرق ليبيا ترجمة نانسي قنقر